على الرغم من إخفاقات سابقة عجزة فيها الاتحاد الأفريقي عن إيقاف الحرب المستمرة في السودان منذ 11 شهرا جدد الاتحاد مساعيها الرامية للتوصل إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يقود إلى إنهاء الحرب وفد الآلية الأفريقية رفعت المستوى بالسودان التابع للاتحاد الأفريقي التقى مؤخرا في بورد سودان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وأجريا مباحثات جديدة لوقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات والرضوخ لمقررات قمة إيقاد التي ركزت على عقد لقاء مباشر بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحمدتي وزير الخارجية بمجلس السيادة السوداني علي الصادق قال في بيان إن رئيس الآلية الإفريقية عقد لقاءات خلال الفترة الماضية مع قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووقف على الرؤى والأفكار بشأن وقف الحرب وإعادة السلام والاستقرار في البلاد إنسانيا أعلنت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بإقليم دارفور وفاة 561 طفلا بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية داخل مخيمات النازحين منذ بدء الصراع بين الجيش والدعم السريع بمعدل 17 وفاة يوميا الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين بإقليم دارفور آدم رجال قال في بيان إن أكثر من مليون طفل بمعسكرات النزوح يعانون سوء التغذية الحاد ونحو ستة ملايين نازح في المخيمات يحتاجون إلى الغذاء بشكل عاجل داعيا مجلس الأمن الدولي للضغط على طرفي الصراع لوقف إطلاق النار بشكل فوري